بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخوة الإسلام في كل مكان فالليلة ليلة الجمعة الشرف العظيم والخير الكبير بانتظار كل من اغتنم فضل هذه الليلة وشرفها وبركتها ورأس ذلك وأعظم أبوابه ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكون يهتف والملائك تشهد والمؤمنون بحب أحمد غرد صلى عليك الله يا خير الورى ما مر في النطق المبين محمد صلى الله عليه وسلم هذا المجلس السادس أيها المباركون من مجالس مدارستنا لمختصر السيرة النبوية الذي جعله الإمام النووي رحمه الله تعالى في صدر كتابه تهذيب الأسماء واللغات ومر بكم في مجالس سبقت أن هذا المختصر الوجيز اجتمل على جمل مختصرة مقتضبة فيها رؤوس أقلام تتعلق بسيرة وشمائل النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام هي بالحد الأدنى والقدر الذي لا يسع مسلما جهله ومما ينبغي أن يقبل عليه أهل الإسلام تعلما وتعليما واهتماما وتوريثا هذا الباب من السيرة على اختصاره ووجازته حري بنى أمة الإسلام أن نكون أشد الأمة اعتناءا به وأن نكون مقبلين عليه بل وأن نبث ذلك في مسامع ناشئة وأن نذيع ذلك في أوساط المجتمعات ليتعلم الصغير والكبير والرجل والمرأة والمتعلم وغير المتعلم يتعلمون هذا القدر الذي هو في أقل مكاسبه اقتراب كبير من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندئذ هو باب عظيم يلج به المسلم نحو محبة صادقة وطاعة أتم لنبي الهدى والرحمة عليه الصلاة والسلام أيها المباركون ليلة الجمعة الماضية كانت الفصول الوجيزة في ذكر أعمامه وعماته صلى الله عليه وسلم في ذكر أولاد نبينا سيد الأمة صلى الله عليه وسلم في ذكر أزواجه عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن أجمعين ما يزال مجلس الليلة متابعة لما سبق الحديث عنه في ذكر الأمور القريبة من شأن رسول الله عليه الصلاة والسلام وخاصة أمره نتناول الليلة فصلا في مواليه عليه الصلاة والسلام وآخر في خدمه صلى الله عليه وسلم وثالثا في كتاب وحيه عليه الصلاة والسلام وآخر في رسوله صلى الله عليه وسلم وهكذا تباعا والقصد من ذلك أن تقترب عبد الله وأنت أمت الله من بيتي وحياتي ومجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كونوا على مقربة منه لكأنكم تشاهدون بأعينكم تلك الفئة من كتاب الوحي وأولئك المؤذنون وترون فئة ثالثة من خدمه ومواليه نقترب من هذا العيش في بيئته عليه الصلاة والسلام لنستشعر ذلك المجتمع الطاهر الشريف والصحب الكريم رضي الله عنهم وكيف ظفروا وشرفوا بهذا القدر الكبير من الخيرية التي نالوها بصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسنكرر القول إن هذه المعرفة التي نقف فيها على أدق التفاصيل فيما يتعلق بشأن نبي كريم رفع الله قدره وأعلى شأنه وأوجب محبته صلى الله عليه وسلم هذه المعرفة وهذا الاقتراب الكبير هو باب عظيم نلج منه لمحبة ينبغي أن تثبت بجذورها راسخة في قلوب أهل الإسلام يا أهل الإسلام رزقنا الله وإياكم صادق الحب له جل جلاله ولنبيه عليه الصلاة والسلام بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين قال المؤلف رحمه الله فصل في مواليه صلى الله عليه وسلم الموالي جمع مولى والمراد به العبد الرقيق الذي يكون بين يدي سيده ومولاه وهنا حديث عما كان عرفا في تلك الأزمان وهو انتشار الإماء والرقيق والجواري بيعا وشراءا وأسرا وتملكا هذا النمط كان معتادا في تلك المجتمعات وقد كان لنبينا صلى الله عليه وسلم منهم عدد سيأتي المصنف رحمه الله على ذكر أسمائهم من الرجال والنساء ويعقب هذا الفصل فصل مباشر في خدمه صلى الله عليه وسلم وكلا النوعين الموالي والخدم تشرفا تشرفا بخدمة نبي الأمة عليه الصلاة والسلام لكن الفرق أن الخدم أحرار لم يقع عليهم رق ولا أسر بخلاف الموالي هذه واحدة والثانية التي ينبغي لفت النظر إليها يا كرام هو أن الحديث عن عظيم من عظماء البشر بل أعظمهم عليه الصلاة والسلام على الإطلاق يستدعي الحديث عن جوانب من حياته ومنها ما تقدم ذكره في شأن خواصه وأموره الشخصية صلى الله عليه وسلم ومن هذا الباب الحديث عن الموالي والخدم كما تقدم الحديث عن الأولاد والزوجات والأعمام والعمات لكن انتبهوا إلى أمر في غاية الأهمية عندما نتحدث عن من نالوا شرف الخدمة وشرف الصحبة له أو الحراسة أو غير ذلك أو القيام بأموره الخاصة عليه الصلاة والسلام فلا ينبغي أن تنصرف الأذهان ولو للحظة إلى تلك الصورة التي يعيشها الكبراء والعظماء من طبقة تحيط بهم يعيشون عليهم علوا واستكبارا وأنفة وأمرا ونهيا من الخدم والحاشية والجوار والموالي هذه الصورة لم تكن قط في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي قال الله عنه وإنك لعلى خلق عظيم كان يعيش الجميع حوله صلى الله عليه وسلم شرف هذه العظمة في نبوته عليه الصلاة والسلام عظمة الأخلاق والتواضع والحلم والكرم والبذل والعطاء ونحن نتحدث عن سيرته عليه الصلاة والسلام وذكر مواليه وخدمه فلسنا نتحدث عن طبقة عاملة وخادمة كانت تتقاضى أجرة باليوم أو بالأسبوع أو الشهر أو كان يخصص لها شيء من بيت المال كلا لكن الذي كانوا يبذلونه مقابل تلك الخدمة حب عمر قلوبهم رضي الله عنهم وعلاقة وطيدة زادتها قربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث عن فئة كان لها من الشرف أن تكون أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره فهذا صاحب نعله وسواكه وهذا مؤذنه وهذا الذي يتعاهد طهوره وذاك الذي يأتيه به آخر الليل ورابع يقود بغلته وخامس يكون على ثقله صلى الله عليه وسلم في أمور شتى ستأتي الإشارة إليها مقتضبة موجزة كما هو الشأن في الكتاب هي صفحة مضيئة مشريقة وصورة غراء التي كانت العلاقة فيها الحب والأجر والثواب وشرفوا الحياة السعيدة بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل هذا المعنى نتحدث عن هذه الفئة من الموالي ثم الخدم من حوله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم أجمعين منهم زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي أبو أسامة هذا أول الموالي وحين يكون الحديث عنهم فيتبادر في مقدمتهم زيد بن حارثة ابن شراحيل الكلبي أبو أسامة من أسامة؟ أسامة بن زيد أجل زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنه أسامة حبه وابن حبه يعني الحبيب القريب إلى قلبه صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة الذي تبناه نبينا عليه الصلاة والسلام قبل منع ذلك في الإسلام حتى كان يقال له زيد بن محمد فجاء قوله تعالى أدعوهم لآبائهم فكان يدعى كذلك زيد بن حارثة أعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعتق معه زوجه أم أيمن مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي ذكرها في الموالي من النساء وأنجبت لزيد أسامة فكان أسامة بن زيد حبه وابن حبه رضي الله عنهم أجمعين وثوبان بن بجدد بضم الموحدة والدال وإسكان الجيم بضم الموحدة يعني الباء لأنها ذات نقطة واحدة والدال وإسكان الجيم فكما قرية ثوبان بن بجدد رضي الله عنه نعم وأبو كبشة واسمه سليم شهد بدرا وباذام شهد بدرا أبو كبشة وثوبان لهم روايات على قلتها لكنها مروية محفوظة فهم أيضا من موالي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم ورويفع وقصير وباذام أيضا هو من موالي رسول الله عليه الصلاة والسلام وقيل هو ذكوان الذي سيأتي ذكره آنفا أما روايفع فهو أيضا تصغير رافع في الاسم من مواليه عليه الصلاة والسلام وأما قصير فقد ذكره المصنف رحمه الله ولا يكاد يذكر في مواضع أخرى من ذكر موالي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن الشأن في تعداد أسماء هؤلاء وإحصائهم يقع فيه التفاوت بسبب النظر إلى ذكرهم في الروايات أو التعرض لهم في ذكر أحداث بعض الوقائع والقصص فتذكر أسماءهم وتحفظوا فربما باختلفت الروايات فضبطت أو وثقها بعضهم وضعفها آخرون وهكذا والعلم عند الله وقصير وميمون وأبو بكرة أبو بكرة الصحابي الجليل المعروف نفيع بن الحارث وبعضهم لا يعده في الموالي قيل سمي أو لقب كني بأبي بكرة لأنه تدلى ببكرة في حصار الطائف ثقفي ممن أسلم بعد فتح مكة رضي الله عنه بعضهم لا يعده من الموالي لأنه ليس في عدادهم وعلى كل حال فهو أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن نالوا هذا الشرف الكبير رضي الله عنهم جميعا وهرمز هرمز اسم أعجمي قيل هو اسم لأبي رافع القبطي وقيل بل هو ذكوان الذي سيأتي ذكره واختلف فيه وبعضهم سماه كما تقدم باذام فهو ليس من العرب ولذلك ترون الاسم أعجميا قيل هو باذام وقيل هو هرمز والعلم عند الله وأبو صفية عبيد وأبو سلمى أبو سلمى قيل هو يسار الراعي الذي سيأتي ذكره من بلاد النوبة فهو نوبي من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنسة بفتح الهمزة والنون وصالح أنسة هكذا يضبط بفتح الهمزة والنون أنسة لألا يخطأ في اسمه أو يصحف هو أيضا من موالي رسول الله عليه الصلاة والسلام قال وصالح وهو شقران يعني لقب له شقران واسمه صالح رضي الله عنه ورباح بالموحدة أسود ويسار الراعي نوبي رباح بالموحدة يعني بالباء ذات النقطة الواحدة مولا أسود نوبي من بلاد النوبة ويسار الراعي الذي تقدم ذكره قبل قليل وقيل إنه هو أبو سلمى في كنيته نوبي أيضا والمراد بالنوبي نسبة إلى بلاد النوبة هي أرض في إفريقيا تقع بالحبشة فهم من تلك البلاد ولذلك يذكر في وصفهم السواد رضي الله عنهم جميعا ويسار هذا المذكور هنا الراعي قيل هو قتيل العرانيين الذين كانت لهم قصة في الإساءة أو الغدر ببعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوا جمعا منهم ونالوا الشهادة رضي الله عنهم جميعا وأبو رافع واسمه أسلم وقيل غير ذلك يعني اختلف في اسم أبي رافع لأنه عرف بكنيته أكثر من اسمه وقد تقدم أنه قيل أيضا في اسمه هرمز إذا قيل هو أبو رافع والعلم عند الله نعم وأبو مويهبة وفضالة اليماني ورافع رافع قيل هذا مولا مستقل بهذا الاسم وقيل بل هو أبو رافع فيذكر أحيانا بالكنية أبو رافع ويذكر أحيانا بالاسم مستقلا فيظن أنه مثنان وهذا أحد أسباب التفاوت في تعداد أسماء الموالي كما تقدم ذكره في صدر هذا الفصل نعم ومدعم بكسر الميمي وإسكان الدالي وفتح العين المهملتين أسود وهو الذي قتل بخيبر مدعم هكذا ضبطها المصنف رحمه الله قال بكسر الميمي وإسكان الدالي وفتح العين المهملتين يقصد بالمهملتين الدال والعين مهملتين من النقط تفريقا بين الدال والذال وبين العين والغين فيقال الدال المهملة والذال المعجمة ويقال العين المهملة والغين المعجمة وكانت هذه من طرق الضبط التي يضبط بها المصنفون كتبهم لأنه لم يكن آنذاك قدر كبير من ضبط الكتابة وربما كان لكثرة نسخ الكتب سبب في وقوع السهو ووروده فيزداد ضبطا خصوصا في الأعلام والأسماء مما لا اجتهاد فيه ولا قياس فيكون أدعى لضبط صحيح ليس فيه تصرف من الناسخ والناقل قال في وصفه عبد أو مولا أسود قال وهو الذي قتل بخيبرة مدعم أحد موالي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم وكركرة 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 بكسر الكافين وقيل بفتحهما كركرة أو كركرة يضبط بفتح الكافين وبكسرهما نعم كان كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم الثقل المتاع والحمل وما يكون على ظهر الناقة أو الدابة في الأسفار يعني كما نسميه اليوم عفش السفر أو متاع المسافر حقائبه وأغراضه أمتعته يقال فيها متاع السفر الثقل يعني سمي كذلك لأنه يثقل حمله فيكون يحتاج إلى رفع وإنزال وحمل فيتولى ذلك بعض الخدم والموالي قال في شأن كركرة أو كركرة كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتولى شأن حمل المتاع في السفر وإنزاله وتقريبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عن مدعم وكركرة أو كركرة من بين مواني رسول الله عليه الصلاة والسلام قيل وكلاهما كان نوبيا يعني أيضا من أرض الحبشة وكان كركرة هو الذي يمسك راحلة النبي عليه الصلاة والسلام عند القتال يوم خيبر وقد ثبت في صحيح البخاري أنه هو الذي غل الشملة ذلك اليوم فقتل والمقصود بالغلول أخذ بعض مال الغنائم خلصة قبل اقتسامها أو تولي ولي الأمر قسمتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تلتهب عليه نارا وفي الموطع أن الذي غلها مدعم السابق ذكره قبل كركرة وكلاهما قتل بخيبر والله أعلم وزيد جد هلال بن يسار بن زيد لضبطه زيد هو جد هلال بن يسار أحد أعلام الأمة رضي الله عنهم جميعا فهو ممن تشرف أيضا بالخدمة في عداد موالي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعبيدة وطهمان أو كيسان أو مهران أو ذكوان أو مروان هذا تعداد لأسماء قيل هي اسم لشخص واحد طهمان أو كيسان أو مهران أو ذكوان أو مروان هذه الألفاظ بعض ما عرف به ذكوان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على اختلاف في تعداد الاسم هل هو أسماء متعددة أو كان له أكثر من اسم أو هو اسم واحد ووقع الخلاف في ضبطه ونقله فالله أعلم بها لكنها مما عرف به هذا المولى من مواد رسول الله عليه الصلاة والسلام وكثير من أهل العلم يرجح أنه مولى واحد فإذا رأيت اسمه في بعض الأخبار أو الروايات طهمان أو كيسان أو مهران أو ذكوان فهو واحد لا غير وربما كان ذكوان أشهر في الاسم من غيره من الأسماء المذكورة هاهنا والله أعلم مأبور القبطي وواقد وأبو واقد مأبور القبطي نسبة إلى القبط وهم سكان مصر المعروفون بهذا الاسم مأبور القبطي قال وواقد وأبو واقد فهل هم اثنان الصواب أنه إما واقد أو أبو واقد وليس شخصين بل هما واحد وهو أيضا في عداد موالي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهشام وأبو ضميرة وحنين وأبو عسيب واسمه أحمر وأبو عبيدة هذه أيضا جملة من أسماء موالي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكما ترى فإنها تستسرد سردا للخلاف الكبير في عدهم وضبط أسمائهم رضي الله عنهم جميعا قال هشام وأبو ضميرة وحنين وأبو عسيب أو عسيب واسمه أحمر وأبو عبيدة ولتعلموا كما سيذكر المصنف آنفا أن هؤلاء لم يجتمعوا بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في وقت واحد بل تفاوتت أوقات قربهم وخدمتهم لنبينا عليه الصلاة والسلام ربما كان بعضهم في أول الأمر مولا ثم عتق أو كان في آخر الأمر ثم انتقل أمره أو جاء لاحقا بالنبي عليه الصلاة والسلام في آخر أمره وهذا للبيان أن هذا العدد حتى لا يظن كثرته ويظن أن بيت النبوة كان بعدد الموالي أكثر من عدد آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام من زوجاته وأولاده والأمر ليس كذلك والسفينة السفينة على اسم السفينة المعروفة التي تمشي في البحر ويركبها الناس السفينة بن فروخ قيل اسمه مهران وسماه النبي صلى الله عليه وسلم سفينة لأنهم كانوا يحملونه في السفر متاعهم فيحمله يعني ربما كان لقوة بدنه أو شدة تحمله فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أنت سفينة فغلب عليه هذا اللقب الذي أطلقه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو حاتم أعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل بل أعتقته أم سلم لأنه كان مولا لها قيل أعتقته أم سلم واشترطت عليه أن يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل في الرواية أنه أجابها رضي الله عنه لو لم تشترطي لما كنت مفارقاً خدمته صلى الله عليه وآله وسلم وسلمان الفارسي سلمان الفارسي الصحابي الجليل رضي الله عنه المشهور صاحب الرأي السديد بحفر الخندق يوم غزوة الأحزاب عد في مواري رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه كان مولاً لبعض اليهود واعتقه على شرط أن يغرس له بضع مئة نخلة وجاء يستعين بنبينا صلى الله عليه وسلم فأعانه على ذلك فاعتق فكان من موالي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأيمن بن أم أيمن أيمن ابن أم أيمن وأم أيمن التي تقدمت مولاة رسول الله عليه الصلاة والسلام وزوج زيد بن حارثة رضي الله عنهم جميعاً وقيل بل أيمن ليس مولاً إنما هو من الخدم وقد تقدمت الإشارة إلى التفريق وأن الخدم صحابة أحرار تشرفوا بخدمته عليه الصلاة والسلام بخلاف الموالي فهم رقيق كانوا تحت الخدمة كذلك شرفاً بصحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأفلح وسابق وسالم وزيد بن بولا سابق وسالم بعضهم عده من الموالي سابق وبعضهم عده من الصحابة أما سالم فأنكر الحافظ الإمام السخوي رحمه الله أن يكون في عداد موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله أعلم وسعيد وضميرة وعبيد الله بن أسلم ونافع ونبيه ووردان وأبو أثيلة وأبو الحمراء أبو أثيلة وأبو الحمراء هذه كنة تأتي لبعضهم قد لا يعرف أسماؤهم على التعيين وربما كانت الكنية أغلبا على أشخاصهم من أسمائهم رضي الله عنهم وبعضهم يعدهم في الخدم وبعضهم يذكرهم في الموالي ودقة في ترجيح ذلك قد يعسر لعدم الاستناد إلى مرجح يقيني يمكن الجزم به فالله أعلم لكنها في الجملة عدة مذكورة في أسماء من تشرف بصحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويذكر أيضا ضمن هؤلاء ممن لم يذكرهم المصنف سندر وفضالة يماني ومأبور الخصي وحنين أو خنين وقسام وأبو عسيب وقد تقدم ذكر بعضهم في سياق كلام المصنف رحمه الله تعالى ومن الإماء سلمة بفتح السين أم رافع سلمة بفتح السين لألا يخطأ في الضبط فإن من أسماء العرب الإناث سلمة وسلمة فقال بفتح السين هي أم رافع وهي ممن كانت تتولى الطبخة في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأم أيمن بركة بفتح الباء وهي أم أسامة بن زيد أم أيمن مولاة رسول الله عليه الصلاة والسلام بركة هكذا بفتح الباء كما قال المصنف أم أسامة بن زيد أم أيمن مولاة في مقامي أو في عداد أمهات رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يتعاهدها وكانت قريبة من بيت النبوة وهي التي وردت الرواية في شأنها أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما دخل عليها بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام فوجداها تبكي وذكرت رضي الله عنها أنها بكت من أجل حزن غلب عليها وشوق لأنها علمت أنه بموته عليه الصلاة والسلام انقطع حبل الوحي الممتد من السماء إلى الأرض بنزول أمين الوحي جبريل عليه السلام فرضي الله عنها وميمونة بنت سعد وربما ضبطها بعضه ميمونة بنت سعيد وخضرة ورضوى وأميمة وريحانة وأم ضميرة ومارية وشيرين وهي أختها وأم عباس أم عباس ربما ضبط في بعض الكتب أم عياش وأنت ترى بين عياش وعباس خلاف في النقط لا غير فالتصحيف فيه أو التفاوت في ضبطه وارد أما مارية فهي القبطية مولاة رسول الله عليه الصلاة والسلام أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تقدم ذكرها في مجلس ليلة الجمعة الماضية في ذكر أزواج وسريات رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي سرية أي تسرى بها رسولنا صلى الله عليه وسلم وهي جارية فأنجبت له إبراهيم ليست زوجة بل جارية سرية وأختها شيرين ويقال أحيانا سيرين هي أختها التي أهداهما معا المقوقس حاكم مصر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لما بعث إليه كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام فأهدى له بعض الهدايا منها بغلة وجاريتان هما الأختان مارية وسيرين فاستبقى النبي صلى الله عليه وسلم مارية وأهدى أختها لبعض الصحابة رضي الله عنهم جميعا هذه أسماء إماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وربما كان أشهرهن ريحانة ومارية لأنهما كما تقدم من جوار رسول الله عليه الصلاة والسلام ممن تسرى بهن رضي الله عنهن جميعا وبعضهم ربما زاد في الأسماء رزينة وميمونة بنت أبي عسيب فالله أعلم أيضا بضبط مجموع إماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير من هؤلاء المذكورين لهم ذكر في هذه الكتب يقصد الكتب التي اعتنت بذكر أسماء الخدم والموالي سواء ممن أفرد منها بكتاب أو من اعتنى بتصنيفها في ذكر هذه النبذ المختصرة من سيرة وشمائل وخصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتون على ذكر هذه الأسماء ويقصد أيضا أن هؤلاء على التفاوت كثير منهم لهم ذكر في تلك الكتب التي أشار إليها المصنف رحمه الله وسيأتي بيان أحوالهم في تراجمهم إن شاء الله تعالى يقصد في أصل الكتاب وهو تهذيب الأسماء واللغات فإنه أفرد كل اسم من هذه الأسماء بترجمة مفصلة مستقلة وإن كانت أيضا موجزة رحمه الله تعالى واعلم أن هؤلاء الموالي لم يكونوا موجودين في وقت واحد للنبي صلى الله عليه وسلم بل كان كل بعض منهم في وقت والله أعلم الإشارة إلى التنبيه المتقدم آنفا وهو أن هذا العدد لا يجعلك تذهل فتقول كل هؤلاء كانوا بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي بيته في وقت واحد الجواب كلا قال اعلم أنهم لم يكونوا موجودين في وقت واحد بل كان كل بعض منهم في وقت فربما كان بعضهم حوله وبين يديه عليه الصلاة والسلام في وقت ثم يمضي أمره بعطق أو وفاة وربما أدركه بعض آخر منهم في آخر حياته عليه الصلاة والسلام فكل ذلك وارد لكن المقصود أنهم لم يجتمع بين يديه عليه الصلاة والسلام هذا العدد من المواني والإيماء في وقت واحد بل كان في أوقات متفاوتة ومجموع مجتمع في حياته عليه الصلاة والسلام من المواني والإيماء وهذا العدد المذكور والله أعلم فصل في خدمه صلى الله عليه وسلم وتقدمت الإشارة قبل قريب للتفريق بين المواني والخدم وضابط ذلك الحرية أو الرق فهؤلاء الخدم صحابة أحرار رضي الله عنهم تشرفوا بخدمة رسول الله عليه الصلاة والسلام منهم أنس بن مالك وهند وأسماء ابن حارثة الأسلميان عندما يأتي الحديث عن خدم أو خدام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأول اسم يتبادر دوما هو أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه نعم الصبي الصغير الفتى الحاذق النبي الذي قضى صباه شرفا في خدمة رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد شرف بصحبته عشر سنين كاملة وذلك في أول مقدمه عليه الصلاة والسلام إلى المدينة جاءت أم سليم الصحابية الجليلة العاقلة الناصحة رضي الله عنها فأتت بابنها أنس إلى النبي عليه الصلاة والسلام لتشرف هي ويشرف ولدها بهذا القرب الحميمي من قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام فكان هذا البيت من أعظم بيوت الصحابة بركة والله أم سليم وزوجها أبو طلحة وابنهم أنس الله أكبر هذا الثلاث عجيب والله وعاشوا حياتهم في قرب شديد قريب جدا من رسول الله عليه الصلاة والسلام فلله درها أم سليم كم كانت مصيبة لعظيم الأجر ووافر الثواب بجعل ابنها أنس خادما عند رسول الله عليه الصلاة والسلام كان أنس رضي الله عنه يقوم على حوائج النبي صلى الله عليه وسلم متشرفا بها قائما بها وهو الذي اعتنى بذلك من بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول أنس رضي الله عنه جاءت بأمي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد آزرتني أو آزرتني بنصف خماره يعني جعلته إزارا له وأردتني بنصفه يعني جعلت نصف خمارها إزارا ونصفه الآخر رداءا له فقالت يا رسول الله هذا أنيسون ابني صغرته لصغر سنه أتيتك به يخدمك فادع الله له فقال اللهم أكثر ماله وولده فكان أنس رضي الله عنه من أكثر الصحابة مالا وولدا عمر رضي الله عنه فشرف بهذا ونال الشرف بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخدمته خدمه عشر سنين وأسلم وهو صغير وصلى إلى القبلتين وشهد بدرا لكنه لم يذكر في البدريين لأنه لم يكن في سني من يقاتل وبعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام رحل إلى دمشق ومنها إلى البصرة وبها توفي سنة ثلاث وتسعين وهو آخر الصحابة موتا بالبصرة رضي الله عنه قال المصنف وهند وأسماء ابنى حارفة الأسلميان يعني من بني أسلم رضي الله عنهم فهم أيضا كانوا من جملة من خدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم في عداد هذه الكوكبة ممن تشرف بنيل الخدمة بين يديه عليه الصلاة والسلام نعم وربيعة بن كعب بن الأسلمي ربيعة أحد الذين أثرت عنهم المواقف الشريفة ومن أعظمها ما ثبت في الرواية قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذالة ليلة بوضوئه يعني عندما قام يصلي من الليل وانظروا إلى هذا الدور في الخدمة أن خادما يظل مستيقظا أو إذا نام يحرص على الاستيقاظ مبكرا قبل استيقاظه عليه الصلاة والسلام ليكون حاضرا بالطهور وهو الماء الذي يتطهر به يأتي به بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام قال أتيته ذات ليلة بوضوئه فقال سلني حاجتك يا ربيعة فقال رضي الله عنه أسألك مرافقتك في الجنة عجيب هذا السؤال ومدهش وعجيب أيضا هذا الجواب الذي كان متبادرا غير محتاج إلى انتظار أو تفكير ولو أردت تقريب الصورة لقلت لك ماذا لو أن ثريا وتاجرا بل ملكا ورئيسا عظيما أحب أن يكرمك وأن يحتفي بك فقال لك أطلب ما تشاء كثيرا ما تزدحم الأفكار في تلك اللحظة غير المتوقعة وربما اختلطت الأفكار والمشاعر فلا يدري أحدنا ما الذي يظفر به من حوائجه خشية أن ينسى الأهم فيذكر مهما آخر لكن المدهش في جواب ربيعة قال أسألك مرافقتك في الجنة فتأمل كيف أنه لم يرطب الجنة فحسب بل طلب مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام وهذا والله من عظيم توفيق الله وغاية في الذكاء والفطنة والانتباه رضي الله عنه وأرضاه قال أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك يريد الاستثبات منه قال بل هو ذلك يا رسول الله قال فأعني على نفسك بكثرة السجود قبل النبي عليه الصلاة والسلام طلبه وأشار إليه بوصية عظيمة كثرة السجود وهي كثرة الصلاة التي يقع فيها السجود فأوصاه بكثرة الصلاة فرضا ونفلا بين يدي ربه وخالقه ليكون أقرب وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو الساجد فمن أراد القرب من ربه عز وجل يوم القيامة فليكثر من السجود ويكون القرب منه جل جلاله في ذلك اليوم الآخر قربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا محالة فرضي الله عنهم جميعا وكان عبد الله بن مسعود صاحب عليه إذا قام ألبسه إياهما وإذا جلس حطهما وجعلهما في ذراعيه حتى يقوم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه القارئ العالم الفقيه أيضا هو خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام هي لفتة أيضا أخرى يا كرام لألا يتصور أن هؤلاء الخدم كانوا متفرغين أو كانوا غير معتنين بأمور أخر في أبواب الحياة هذا قارئ من قراء الصحابة الذين تنتهي إليهم اليوم أسانيد القراء المشاهير هو فقيه من فقهاء الأمة العظام عن عبد الله بن مسعود تأخذ قراءة الكوفيين هم ثلاثة من القراء العشر بل أربعة هو فقيه الذي توارث عنه أهل الكوفة فقههم إلى حماد وأبي حنيفة وكبار فقهاء الصحابة وكبار فقهاء التابعين وأتباع التابعين هم من مدرسة عبد الله بن مسعود الأسود وعلقمة بن يزيد وإبراهيم النخعي كل هؤلاء الكبار من مدرسته رضي الله عنه فإذا وجدته علما من أعلام الصحابة الكبار إمامة وعلما وفقها وقراءة لكتاب الله فاعلم أنه حاز بإزاء تلك المناقب منقبة الشرف بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد أن أؤكد على إزالة تلك الصورة الذهنية أن الخدم طبقة من البشر ليسوا أصحاب هم ولا همة ولا شأن في الحياة هم فئة دونية إن حازت إلى أمور ينالون بها لقمة ومتاعا وأجرة مقابل خدمة لغيرهم ليس هؤلاء هم خدم رسول الله عليه الصلاة والسلام هم صحابة كرام رضي الله عنهم وأرضاهم وأحدهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي عرف بأنه صاحب نعليه صلى الله عليه وسلم إذا قام ألبسه إياهما وإذا جلس حطهما وجعلهما في ذراعيه حتى يقوم فإذا قام جاء فجعلها بين رجليه يلبسهما عليه الصلاة والسلام هو أيضا صاحب الوسادة وصاحب السواك عبد الله بن مسعود وصاحب الطهو وكان يتولى ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان عقبة بن عامر الجهني صاحب بغلته صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر من جهينة من أجلة الصحابة الكرام وله رواية لبعض الأحاديث صاحب بغلته صلى الله عليه وسلم يقود به في الأسفار فهو الذي يتولى قيادها ويتولى مسك خطامها لألا تكون نافرة أو جموحة ويظفر بذلك بمزيد قرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بلال فهو علم على رأسه نار مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيأتي ذكره في المؤذنين فلماذا أفردها هنا لأنه أيضا جمع مع شرف الأذان وطول العنق بهذا الشرف يوم القيامة جمع معه أيضا الخدمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسعد مولى أبي بكر الصديق وذو مخمر ويقال مخبر بالباء الموحدة ابن أخ النجاشي ويقال ابن أخته ذو مخمر أو يقال ذو مخبر ابن أخ النجاشي ويقال ابن أخته يعني هو أيضا حبشي من أرض الحبشة وسعد تقدم ذكره مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وبلال أيضا فكلاهما مولى أبي بكر لأنه أعتقه أعتق الصديق أبو بكر رضي الله عنه بلال ابن رباح لما كان يعذب بمكة على الإسلام فاشتراه من حر ماله واعتقه فكان من الحسنات التي هي في كفة الصديق أبي بكر رضي الله عنه اعتاقه لعدد من الصحابة من الموالي والجواري بمكة قبل الهجرة ومنهم بلال ابن رباح رضي الله عنهم جميعا وبكير بن شداخن الليثي ويقال بكر يعني إما بكر أو بالتصغير بكير معدود في الصحابة الذين تشرفوا بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو ذر الغفاري أبو ذر جندب ابن جنادة الصحابي المشهور رضي الله عنه الذي كان أيضا ممن تشرف بخدمته عليه الصلاة والسلام والأسلع ابن شريك ابن عوف الأعرجي ومهاجر مولى أم سلامة وأبو السمح رضي الله عنهم أجمعين كل هؤلاء من خدامه وربما أضاف بعضهم أيمن ابن أم أيمن الذي تقدم ذكره في ذكر الموالي وقيل هو من الخدم وليس من الموالي وهناك أيمن بن عبيد أيضا هو ابن أم أيمن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتولى مطهرة النبي عليه الصلاة والسلام ومرافقته في قضاء حاجته بحمل طهوره ومطهرته التي يستنجي بها عليه الصلاة والسلام هذه جملة من عدد وأسماء خدمه عليه الصلاة والسلام الذين تشرفوا بصحبته والاقتراب منه والمكث بشرف هذه الصحبة المضيئة المشرقة حبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام وتقديرا وابتغاء ثواب الله ورجاء دعوة صالحة من فيه عليه الصلاة والسلام وسعادة أقرب بالقرب منه عليه الصلاة والسلام في من يتولى نعاله أو سواكه أو مطهرته أو وضوءه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا فصل في كتابه صلى الله عليه وسلم كتاب جمع كاتب والمراد به كاتب الوحي أو كاتب الرسائل لرسول الله عليه الصلاة والسلام وقد اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام بعض صحابته كتابا له يعني يتولون الكتابة له إما كتابة الرسائل إلى الملوك والرؤساء التي بعث بها يدعوهم فيها إلى الإسلام أو الوحي القرآن الذي كان ينزل عليه فكان يأمر بكتابته فكانت تكتب في الألواح والعسيب وسعى في النخل وبعض الرقاع والحجارة فكانت تكتب ثم جمعت فيما بعد بعدما ماته عليه الصلاة والسلام جمعا مرتبا كما يعلم في شأن خلافة أبي بكر رضي الله عنه فهؤلاء جملة من الصحابة ممن كان يجيد الكتابة ولم يكونوا بكثرة فإن العرب أمة أمية كما يقول عليه الصلاة والسلام لا نحسب ولا نكتب فكان المتعلم منهم للكتابة قليل آنذاك كان المتعلم منهم قليلا فاتخذ النبي عليه الصلاة والسلام بعضهم قيلهم بلغوا ثلاثة وعشرين وقيل أقل وقيل أكثر فهذه جملة في تعداد بعض أسماء كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام هي أيضا صفحة تنبيك عن عناية أهل الإسلام بضبط هؤلاء فاعتنوا بذكر الخدم وذكر الموالي من الرجال ومن النساء وهاهم يحصون الكتاب الذين كانوا يتولون الكتابة لرسول الله عليه الصلاة والسلام كتابة الوحي أو كتابة الرسائل ذكرهم الحافظ أبو القاسم في تاريخ دمشق أنهم ثلاثة وعشرون وروا ذلك كله بأسانيده يقصد الإمام بن عساكر الدمشق في تاريخه الحافل تاريخ دمشق الذي وثق فيه جملة كبيرة من أعلام الأمة وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال روى كل ذلك بأسانيده يعني في إحصاء وضبط هؤلاء الثلاثة والعشرين نفسا ويأتي على رأس تعداد هؤلاء الكتاب كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الأئمة الخلفاء الأربعة الراشدون رضي الله عنهم فإذا أضفنا طلحة والزبير إلى الأربعة فهؤلاء ستة من العشرة المبشرين بالجنة كانوا كتابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان ومحمد بن مسلمة والأرقم بن أبي الأرقم وأبان بن سعيد بن العاص وأخوه خالد بن سعيد بن العاص وثابت بن قيس وحنضلة بن الربيع وخالد بن الوليد وعبد الله بن الأرقم وعبد الله بن زيد بن عبد ربه والعلاء بن عقبة والمغيرة بن شعبة والسجل وزاد غيره شرحبيل بن حسنة هؤلاء الذين عدهم الإمام الحافظ أبو القاسم بن عساكر الدمشق رحمه الله تعالى في تاريخ دمشق وأشهرهم كما ترون الأربعة الخلفاء الراشدون وطلحة والزبير أيضا من العشرة المبشرين بالجنة ويقال إن أول من كتب لرسول الله عليه الصلاة والسلام خالد بن سعيد بن العاص ومعاوية بن أبي السفيان وزيد بن ثابت هؤلاء من أوائل من كتب وقيل كان ألزمهم لشأن الكتابة يعني أكثرهم ملازمة وتوليا لهذا الأمر زيد بن ثابت وليس يخفى عليكم أن لم تكن وظيفة يتفرغ لها هؤلاء فمن كان منهم حاضرا وقت نزول الوحي يقول له أكتب فيملي عليه ما جاء به الوحي أو إذا احتاج كتابا ربما نادى من كان قريبا فغاب بعضهم واقترب بعضهم وابتعد بعضهم فهؤلاء جملة من تولى الكتابة برسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك غير هؤلاء ممن لم يذكرهم المصنف رحمه الله تعالى غير هؤلاء المجموعة الذين ذكروا ها هنا منهم ثابت بن قيس بن شماس في من لم يذكرهم المصنف أو ذكرهم ها هنا وذكر أيضا حنظلة بن الربيع الأسيد وقد ذكره المصنف أيضا ها هنا وهؤلاء في جملة من تشرف بالكتابة كما أسلفت لرسول الله عليه الصلاة والسلام ومنهم أيضا عبد الله بن رواحة وزاد غيره كما قال المصنف يعني غير أبي القاسم بن عساكر شرحبيل بن حسنة ولكن الملحوظة هنا في آخر من سم في عداد أولئك على السرد السجل وقتلف في تعداده والمستند في إثبات اسمه حديث أخرجه أبو داود في سننه والنسائي أيضا في السنن الكبرى من حديث أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال السجل كاتب للنبي صلى الله عليه وسلم صحح الحافظ بن حجر طرق الحديث في الإصابة لكن ابن كثير قال هذا الحديث منكر جدا ولا يصح أصلا وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضعه وإن كان في سنن أبي داود منهم شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي فسح الله في عمره والكلام لابن كثير قال وقد أفردت لهذا الحديث جزءا على حدته ولله الحمد وقد تصد الإمام أبو جعفر ابن جرير يعني الإمام الطبر للإنكار على هذا الحديث ورده أتم رد وقال لا يعرف في الصحابة أحد اسمه السجل وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم معروفون وليس فيهم أحد اسمه السجل وصدق رحمه الله في ذلك يقول ابن كثير وهو من أقوى الأدلة على نكارة هذا الحديث وأما من ذكره في أسماء الصحابة فإنما اعتمد على هذا الحديث لا على غيره والله أعلم وهو تحرير لضبط السجل آخر الأسماء المعدودة في كلام المصنف نقلا عن ابن عساكر رحمه الله تعالى قالوا وكان أكثرهم كتابة زيد بن ثابت ومعاوية رضي الله عنهم قالوا يعني من تكلم أو من أحصى كتاب النبي عليه الصلاة والسلام زيد بن ثابت ومعاوية ولا شك أن معاوية وقد تأخر إسلامه رضي الله عنه لم يكن في كثرة كتابته كزيد تم هذا الفصل في ذكر كتابه عليه الصلاة والسلام وقد تقدم قبله فصلان في خدمه والآخر في مواليه عليه الصلاة والسلام وللحديث بقية نأتي عليها تباعا في مجالس ليالي الجمع المقبلة وسيأتي فصل في رسوله صلى الله عليه وسلم يعني في من كان يرسلهم وفصل في مؤذنيه عليه الصلاة والسلام وها هنا فائدتان نختم بهما مجلس الليلة أيها المباركون أولاهما أن ضبط هذا القدر من الصحابة الذين تولوا شرف المهمات المتعددة بين يد رسول الله عليه الصلاة والسلام أحد الأدلة والشواهد التي توقفك على عظيم وجليل ما قامت به أمة الإسلام حفظا لسيرة نبيها عليه الصلاة والسلام أجل والله فهو غاية الشرف التي دلت على عناية الأمة بكل تفاصيل حياة نبيها صلى الله عليه وسلم فلا والله ما فاتها منه شيء ولا عزب عن شأن نبي الأمة حتى حفظ وضبط ونقل وروي فرحم الله هذه الأمة بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والفائدة الأخرى أن هذه الفئات التي أحاطت برسول الله عليه الصلاة والسلام بتعدد المهام تكشفك لوجها آخر من حياة نبينا عليه الصلاة والسلام التي كانت قائمة على غاية الترتيب والدقة والتنظيم البديع لم تكن عشوائية أن يتخذ عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة كتابا وأن يتخذ آخرين ويرضاهم له خدما صلى الله عليه وسلم وثالثة من الموالي تكون قريبة من شأنه الخاص وبيته وأهل بيته عليه الصلاة والسلام ترتيب بديع وحياة منظمة ولكل واحد منهم مقامه ودوره الذي يعرف به فما كان أحد ينازع أنسا في خدمته وتردده على بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن مسعود كان يعرف بصاحب النعلين والسواك والوسادة وربيعة بن كعب متخصص في نقله لماء وضوئه آخر الليل إذا قام يصلي وذاك قائد بغلته والرابع والخامس والعاشر ثم هو من وجهه الآخر يقربك من هؤلاء الصحب الكرام في أيهم يكون أكثر عناية بباب هو أقرب به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أنس رضي الله عنه بهذا القرب كان الأدق والأعلم والأخبر بشأن النبي عليه الصلاة والسلام الدقيق جدا وكثير من أحاديث الشمائل في وصف الأخلاق والخلقة الكريمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام يرويها أنس رضي الله عنه فلا تعجب فقد كان في عداد أحد أهل بيته عليه الصلاة والسلام وعندما نتحدث عن كتاب الوحي فزيد بن ثابت الذي تولى هذا الدور باقتدار وجدارة وشرف كان من اعتمد عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه في جمع المصحف وكتابته أجل هذا التخصص العريق الذي ظفر به الصحابة الكرام كان معينا لهم على أن يبلغوا تلك الأدوار العظيمة وهي عند أهل الإسلام توقفك أيضا على جلالة هذا الدور واختصاصهم به ثم هو ترجيح لهم رضي الله عنهم في تلك الأبواب لأنهم تخصصوا بها واعتنوا بها أوما رأيتم أنه سبق إسلامي فريد في التخصص الدقيق والعناية التي بها سبق أهل الإسلام غيرهم من أمم الأرض حضارة عظيمة ننتسب إليها أمة الإسلام وتاريخ مشرق نجده في سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام بكل جوانبها ألا فأحيوا ليلتكم وهي ليلة جمعة بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمروا يوم جمعتكم غدا بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تزدادون بها والله إلا بركة وصلاة عليكم من ربكم من فوق سبع سماوات فيارب صلِّ وسلِّم وبارِك عليه أعظم صلاة وأتمّ سلام وبلغنا يا رب بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم الدرجات العلا والمقام الرفيع والحياة الهنيئة والرزق الواسع والبركة في شأننا كله يا أكرم الأكرمين اللهم فرحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واغفر لنا ولوالدينا يا رب العالمين ولجميع المسلمين اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل يا رب وسلم وبارك على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين